بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الانبياء والمرسلين سيدنا محمد على آله وصحبه ومن اتبعه بإحسان إلى يوم الدين أما بعد انتهينا بحمد الله عز وجل من أكبر كتابين في الفقه الإسلامي وهما كتاب الطهارة وكتاب الصلاة وكتاب الطهارة والصلاة يأخذ من مجمل الفقه الإسلامي أكثر من ربع الفقه الإسلامي يعني الذي يتقن فقه الصلاة وفقه الطهارة هو يعد أتقن ما يزيد عن 25% من جملة الفقه الإسلامي وكتاب الجنائز يلحق أيضا بكتاب الصلاة لأنه يتناول نوع من أنواع الصلاوات والتي يشترط فيها ما يشترط للصلاة عموما من ضرورة التحقق الطهارة الكبرى والصغرى والتوجه ناحية القبلة والتكبير وما إلى غير ذلك من الشروط التي يجب أن تتوفر لتصح الصلاة في هذه الحلقة نتناول إن شاء الله عز وجل الدرس الأول في كتاب الجنائز وفي هذا الدرس نتناول تغسيل الميت وما يتعلق بتغسيل الميت دعوان أولا نقدم مقدمة لهذا الدرس لقد اختلفت الأمم في التعامل مع الموتى فمن الأمم من حرقت موتاها ومنهم من أهالوا عليهم الطراب بدون طقوس ومنهم من ابتدعوا طقوسا عجيبة لا طلقوا بحي ولا ميت والله عز وجل لما خلق الإنسان وكرمه في حياته ومماته أيضا وعلمنا كيف نتعامل مع الموتى وما لهم من حقوق على الأحياء من طلقين الميت الشهادة بأن يقول أشهد أن لا إله إلا الله واشهد أن الحمد رسول الله قبل موته لقوله صلى الله عليه وسلم لقينوا موتاكم لا إله إلا الله أيضا للأموات حق على الأحياء ومنه تعجيل الدفن إلا الغريق الغريق أو أصحاب السكتات يستحبوا بشدة أن يؤخروا عن الدفن ولو إلى ثلاثة أيام وهذه مسألة مهمة جدا أيها الإخوة والأخوات مسألة الغريق وأصحاب السكتات كالسكتة القلبية أو الدماغية أو الغيبوبة أو غيبوبة السكر أو ما دون ذلك كثير جدا حتى في أيامنا هذه من يدخلون في غيبوبة سكر ويظن بأنهم قد توفوا ويأتي الطبيب ويقول أن هذا الشخص توفاه الله ثم يظهر أنه على قيد الحياة بصورة أو بأخرى بعد مدة وقد حدث ذلك على مرأة ومسمع مني ومن كثير من أهل القرية والقرى المجاورة بأن هناك رجلا أصيب بغيبوبة سكر وظن بأنه قد توفي وقبر وبعد مدة أخذ يطرق على باب المقبرة وأخرج وعاش بعد هذه الحادثة بما يقرب 17 عاما وهناك أمور أخرى فمسألة تأخير الغريق وأصحاب السكتات مسألة مهمة جدا يجب الانتباه لها يقول الفقهاء في هذه المسألة يجوز تأخير دفن هؤلاء إلى ثلاثة أيام في هذا الكتاب أيها الإخوة نتناول تغسيل الميت والتكفين والصلاة على الميت ودفن الميت في هذه الحلقة نقتصر فقط على التغسيل وفي الحلقتين التاليتين إن شاء الله عز وجل سنتناول ما بقي من هذا الكتاب أولا في تغسيل الميت وفيه حكم الغسل لأيل الميت ومن يجب غسله من الموتى ومن الذي يغسل وكيفية التغسيل ثم نختتم الحلقة بالتكفين وكيفية التكفين أولا في تغسيل الميت وفيه حكم الغسل للميت غسل الميت هو فرض على الكفاية يعني لا بد أن يقوم به البعض وإلا يأثم الجميع وأما من يجب غسله من الموتى يجب غسل كل مسلم غير الذي يقتل في مؤترك حرب الكفار يعني رجل يقاتل مع الكفار أو يقيم مع جيش العدو فيقتل معهم هذا لا يغسل كذلك الأمر على النقيد الشهيد الذي هو الشهيد على الحقيقة الذي قتل في سبيل الله فهناك فرق بين الشهيد الحقيقة والشهيد الحكمي وكلاهما يقتل في سبيل الله الشهيد على الحقيقة هو الذي قاتل لتكون كلمة الله هي العليا وقتل فالجمهور على عدم تغسيله وأنه يقبر بثيابه التي مات فيها ولا يصل عليه أما الشهيد حكما كالمبطون وصاحب الهدم وغير ذلك فهذا هو يأخذ حكم الشهيد عند الله عز وجل لكن عندنا أي عند أهل الدنيا يغسل ويصل عليه ويكفن واختلفوا في الذين يقتلوا من اللصوص والظلمة وأصحاب الفرق المارقة أو الخارجة عن الصواب وهي لا زالت تشهد أن لا إله الله ومن الحمد للسول الله فقال الإمام أحمد وجماعة غيره لا يغسلون وقال مالك والشافعي بل يغسلوا على أنهم من أصحاب الكبائر وأنهم لا زالوا مسلمين أما في المغسل فمن الذي يقوم بعملية التغسيل اتفق جمهور الفقهاء على جواز تغسيل الرجل للرجل والمرأة للنساء والزوجة لزوجها وأما تغسيل الزوج لزوجته فهو جائز عند جمهور الفقهاء أيضا غير أن الإمام أبا حنيفة قال بأن ذلك لا يجوز والمستمع الكريم يعمل بمذهب أهل بلدته لا يخالفهم ولا يحاول التمايز عنهم إلا إذا كان مجتهدا ولكن إن كان طالب علم أو مقلد يعني يتق الله ولا يرأي بالمخالفة ولكن يسير على أعراف الناس أي الأعراف الإسلامية فماذا يفعل من وجد إمرأة ميتة وهي أجنبية عنه أي ليست من المحارم أو من وجدت رجلا أجنبي عنها يعني الفقه يضع احتمالات واردة يمكن أن تحدث مع أحد ما فإذا حدث ذلك يقول جمهور الفقهاء بأنه يقوم أحدهما بتيميم الآخر بدلا من الغسل ولكن للإمام مالك قول مخالف للجمهور وهو الذي أميل إليه وهو بأن يغسل أحدهما الآخر من فوق استياب وبدون تدليك فذلك هو الراجح المعروف أن التيمم لا يكون إلا في حالة فقد المياه طيب إذا كان الماء موجود فما المانع من استعماله إذ أن الجمهور يقول مثلا أن التيمم يكون بديلا حتى لا يكشف أحد عورة الآخر وهم من جنسين مختلفين وأجنبيان عن بعضهما البعض فيغسل من فوق الثياب يعني أظن إذا كان الثياب تشف المياه وتمتص المياه ستوصل هذه المياه لهذا الجسد ويكون تحقق الغسل من غير النظر لعورة الآخر والله أعلم أما كيفية التغسيل فعلينا أن ننتبه لهذه الكيفية ليتعرفها أحدنا لربما يأتي في بلد ما أو في موقف ما ويضطر لهذا الأمر فيجب أن يكون على دراية بكيفية التغسيل في دينه أولا ينزع عن الميت كامل الثياب إلا العورة فالعورة تغطى نحن نقول هذا في تغسيل الرجل للرجل أو المرأة للمرأة لكن في حالة إذا كان المرأة تغسل رجل أجنبي عنها أو رجل يغسل امرأة أجنبية عنه ففي هذه الحالة لا ينزع الثياب يعني هذه النقطة تحزف من عنده نحن نقول هنا في تغسيل الرجل للرجل والمرأة للمرأة أو المرأة لزوجها أو العكس الأمر الثاني يقوم المغسل بالضغط على بطن الميت يعني ليس بشدة بعصره لكن بطاقة تجعله إذا كان هناك فائض أو زيادة من الفضلات تخرج ولكن لا يضغط يعني لا يبالغ في الأمر خير الأمور الوسط بعد أن يقوم بذلك إن خرج من الميت شيء يقوم بصب الماء عليه حتى ينظفه تماما ثم يقوم المغسل بتوضيعة الميت كما يوضأ للصلاة ثم يغسل مثل تغسيله للجنبة يعني غسل الميت مشابه لغسل الجنبة عند الأحياء الأمر الرابع وهو أن يعتمد المغسل على الوتر في عدد الغسلات ويستحب أن يكون أقل عدد الغسلات ثلاثة ويستحب أن لا يزيد العدد عن سبعة إلا إذا ادعت الضرورة لذلك كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أم عطية الوارد في صاحب البخاري اغسلنيها ثلاثا أو خمسا أو أكثر من ذلك إن أبيت أما الأمر الخامس وهو أن يغسل الميت مرة بالماء المطلق ليكون غسله كغسل الحي من الجنبة ومرة أخرى بالسدر ومرة أخرى بالماء والكافور يعني يغسل مرة بالماء المطلق ومرة بالسدر ومرة بالماء والكافور وأنا ننتبه إلى أن الميت لا يأخذ من شعره ولا من أظافره شيء يعني إذا كانت أظافر اليدين أو رجلين كبيرة لا تقلم وإذا كان الشعر غزير لا يقص يبقى على ما هو عليه وبعد التخصيل يأتي دور الكفن فالرجل من السنة أن يكفن في ثلاثة أسواب إلا إذا كانت ادعت الحاجة إلى أكثر من ذلك كان يكون مثلا إنسانا ضخما أو لا يسعه الثلاث أسواب يكفن في أكثر من ذلك ويستحب بشدة أن يكون الكفن من القطن الأبيض والعلماء اتفقوا على وجوب تكفين الميت واتفقوا أيضا على وجوب الكفن الواحد للرجل وللمرأة يعني نحن نقوله استحباب الثلاثة أو الخمسة أو الأكثر عند ضرورة وهذا على الاستحباب لكن الواجب أن يكفن ولو في كفن واحد المهم يستر به كما اتفقوا على أن الكفن يجب في مال الميت فإن لم يكن للميت مال فعلى من عليه نفقته كابنه الأكبر أو كزوجته أو كمن يقوم بإعالة هذا الرجل في حياته فإن لم يكن فيجب الكفن في بيت مال المسلمين فإن لم يكن فوجب على المسلمين أن يقوموا بجمع المال الذي يؤتى به هذا الكفن قلنا أن الكفن قلنا أن السنة في تكفين الرجل الثلاثة فما هي السنة في تكفين المرأة؟ سنة في تكفين المرأة أن تكفن في خمسة أثواب في هذه الحلقة تناولنا أمور نضع عليها تقوين أي أسئلة ليقوم المستمع الكريم بكتابة هذه الأسئلة أو الإجابة عليها ليقيص مدى استيعابه لهذه الحلقة أو هذا الدرس وما كان من توفيق فمن الله عز وجل وما كان من خطأ أو نسيان فمنه ومن الشيطان أما السؤال الأول وهو ما حكم غسل الميت؟ هل هو واجب أم واجب عيني؟ أي هو كفائي أم هو سنة؟ السؤال الثاني ما الأصناف التي تغسل والأصناف التي لا تغسل من الموتى؟ السؤال الثالث هل يجوز تغسيل الرجل للرجل والمرأة للنساء والزوجة لزوجها والعكس؟ السؤال الرابع هل يجوز تغسيل الزوج لزوجته؟ السؤال الخامس ماذا يفعل من وجد امرأة أجنبية عنه؟ هل يغسلها؟ وكذلك العكس السؤال السادس اذكر لنا كيفية التغسيل اي انك اذا وجدت ميتا اردت ان تقوم بعملية تغسيله قل لنا ماذا ستفعل وكم عدد الغسلات وكيف يغسل وما الى اخر ذلك من كيفية التغسيل ثم السؤال السابع في كم ثوب يستحب ان يكفن الرجل السؤال الثامن في كم ثوب تستحب ان تكفن المرأة والسؤال الاخير فيما لمن يجب الكفن سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام وعلى اشرف الانبياء والمرسلين